السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا باحسن حال اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل سنة وانتو طيبين رمضان كريم رمضان مبارك علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات تعالوا بقى النهاردة معنا كده فيديو جديد وشقة للبيع بس يا ريت قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك واشتركوا في القناة عشان يوصلوكم بيت العيلة كل جديد ان شاء الله تعالوا بقى هنا نشوف كده مواصفات الشقة النهاردة المعروضة للبيع هندخل الشقة كده ونقول بسم الله ما شاء الله طبعا المكان يا جماعة موقع ممتاز جدا في مدينة مصر مصطفى النحاس ان شاء الله نشوف كل تفاصيل الشقة وكل بياناتها وكل صغيرة وكبيرة ان شاء الله هعرفكم عليها باذن الله بصوا بقى يا جماعة العمارة دي تسعة دوار طبعا الشقة معروضة للبيع والروف كمان يعني معاها الروف كمان ما شاء الله تبارك الله المساحة واسعة جدا والمكان ما شاء الله للمحب بقى الهدوء ومحب المكان الرقي والزوء الراقي بقى تعالوا بقى عشان نشوف مكان الشقة بالزبط وكل حاجة تخصها كده احنا دخلنا مدخل العمارة شايفين المدخل كله رخام بصراحة مساحته كبيرة جدا ما شاء الله طبعا كلها سكنة يا جماعة طبعا هنا الاضاءة ما كانتش سعفاني لدرجة انه عشان اوضحها بتبقى صورة اوضح من كده هنا بقى طلق طلعنا كده الاسنصير العمارة فيها يا جماعة اتمين اسنصير طبعا العمارة يا جماعة جديدة يعني مباني في العشرينات طبعا انا بحب كده اوضح لكم كل التفاصيل لكنكم واقفين بالزبط تتفرجوا على الشقة وكل بياناتها مزبوط قدامكم ده كده الدور اللي فيه الشقة طبعا فيه هنا ديت الدور زي ما انتوا شايفين كده وكمان السلم ده بتاع الروف لما هنخلص الشقة ان شاء الله هنطلع كمان ونوريكم شكل الروف من فوق بقى شكله عامل ازاي هنبدأ ندخل بقى الشقة هاي نقول باسم الله ما شاء الله تبارك الله الشقة طبعا يا جماعة فيها اه اتنين باب يعني بصوا الباب الحديد ده طبعا زيادة امان اه عجبني او موضوع الباب لما يكون بصوا احنا طبعا يعني دايما اه بحب اول بباني اللي تكون حديد وكمان الباب اللي هو المصفح او الخشب اهم حاجة ان يكون في باب حديد الباب الحديد اهو وكمان الباب التاني اهو كده اه طبعا الباب الاولاني هنبدأ ندخل بقى الشقة ونفتح كده ونقول ما شاء الله تعالوا بقى كده عشان نوريكم كل حاجة بقى تخص المكان كده احنا دخلنا اول حاجة الريسيبشن ما شاء الله تبارك الله مساحته كبيرة جدا زي ما انتو شايفين اهو الريسيبشن كبير طبعا اهو يعني اعتبر الريسيبشن ممكن يشيل تلت قطع انتري صفرة صالون فالمساحة بصوا ما شاء الله طبعا الالوان يا جماعة بترجع لكم الاختياري ممكن الالوان دي بتتغير بسهولة يعني اللي مش بيحب اللون دوت بيغيروا يعني تغيير اللون ده سهل جدا طبعا الارضية سيراميك اه الشقة يا جماعة هقول لكم طبعا مطلوب فيها كام ورقم التواصل وكل حاجة هعرفكم عليها طبعا في اخر الفيديو انا بكمان بعرض العفش لان الشقة للبيع اه سواء بقى اللي عايزها من غير العفش او بالعفش يعني كمان بوريكم شكل العفش اللي عايز كمان يشتري العفش مع الشقة اه كده زي ما انتوا شايفين المساحة دي كلها كده الريسيبشن في بقى البلكونة زي ما انتوا شايفين فيه الامونتال كبير حاجز بين الريسيبشن والبلكونة هيعتبر هي جزء تاني او قطعة تالتة كمان فبصوا يعني ممكن تتفتح كده تبقى مع بعض كلها قطعة واحدة لان فيه اللي هو الامونتال كمان اللي هو برا على الشارع زي ما انتوا شايفين كده مقفول فيعتبر مستغلين المساحة دي كده عاملنا زي ركنة كده قعدة فشكلها بصراحة جميل جدا ده كده هفتح لكم عشان نشوف الريفيو من برا شكله عامل ازاي طبعا المكان ما شاء الله شايفين بقى شكل الريفيو من فوق كده وشكلها بصراحة جميل آآ رقعة خضراء كلها كده حواليها منطقة هادية جدا وراقية ويعني ما شاء الله آآ طبعا انتوا عارفيني كده انا لما بكون في عيب او في اي حاجة انا بقول عن بقولها على طول آآ انما بصراحة انا شايفة ما شاء الله المكان حلو مكان هادي للي بيحب الهدوء اللي بيحب المكان الراقي العمارة جميلة جدا يا جماعة الشيك او شكلها حل آآ دي كده او القوضة تقابلنا طبعا القوض نساحتها كبيرة شايفين دي كده شكل القوضة بصراحة ما شاء الله كبيرة جدا وفيها تهوية من كل اتجاه يعني بصوا ده كده التهوية من هنا وكمان فيه شباك تاني يعني القوضة يعتبر فيها تهويتين طبعا يا جماعة الشقة آآ دور تاسع او زي ما بقول لكم آآ الروف كمان معاها آآ مساحة الشقة يا جماعة مية وتمانين صافي مية وخمسين متر صافي صافي مية وخمسين طبعا مسجلة شهر عقاري ليها حصة في الارض المساحة زي ما انتوا شايفين واسعة مساحة القوضة كبيرة يا جماعة طبعا الشقة عبارة عن ثلاث قوضة كبار دي اول قوضة كده هورها لكم طبعا شايفين شكل الروفيو من بره بصراحة مش عايز اي كلام دي القلم انتقل كده طبعا حلوة كبيرة يعني ان هي بتوريك بقى الشكل من بره ودي كده اول قوضة تقابلنا في الشقة آآ مساحتها طبعا ما شاء الله كبيرة جدا شايفين شكل القوضة آآ كده انا قلت بقى نقفل الباب ونوريكوا شكل بقى لما نيجي نفتحه ونشوفها كده الشكل العام بالشكل ده بصوا بقى نفتح كده اهي قلت ارجعلكوا تاني عشان نشوف شكلها هنتسيب بقى القوضة دي كده احنا بنقابلنا زي ما انتوا شايفين الريسبشن هندخل الجزء التاني حلو قوي كمان موضوع ان هي بتبقى آآ الريسبشن بيبقى معزول عن بقية القوضة التانية يعني دي كده باب اهو زي ما انتوا شايفين الباب ده كده يعتبر فاصل بين الريسبشن وكمان ممكن نخليها آآ مع بعض عادي هيقابلنا اول قوضة تانية تاني قوضة في الشقة وهي القوضة التانية هي قوضة نوم كبيرة بصراحة مساحتها حلوة او كبيرة زي ما انتوا شايفين طبعا فيها شباكة اهو بيبصين على الشارع برا ومساحت القوضة حلوة اوي شايفين كبيرة ده اطبعا ده شكل طبعا العمير والاااا والمنظر من برا شكله زي ما انتوا شايفين وكده دي شكل القوضة التانية آآ برجع اقول لكم طبعا الالوان او تغيير الالوان والديهانات دي كل واحده زوقه التغيير النهاردة بقى سهل جدا يعني اهم حاجة تشوفوا الموقع وتغيير الالوان واللعب في الالوان ده بتبقى سهلة جدا مفيش افسط منها آآ هنسيب كده القوضة هنطلع برا كده هتقابلنا طرقة مربعة آآ ده كده اول حمام بيقابلنا في الشقة طبعا يا جماعة الشقة كانت المفروض فيها حمامين حمام كبير وحمام صغير بس الحمام التاني آآ اتلغى وتعمل مكانه وتوسيعه للمطبخ كامل يعني المطبخ بقى مساحته كبيرة هوريهاركو دلوقتي عشان خاطر نعرف آآ ازاي ما بقاش فيها اتنين حمام يعني ده كده الحمام اللي انتو شايفينه كبير طبعا مساحته كبيرة آآ خلوا بقى لكو الكاميرا اصلا ما بتبينش الشكل آآ يعني الشكل بيبان اصغر من الطبيعة طبعا عجبتني الركنة اللي على جنب دي لان لو عندك بسكت في الحمام ولا حاجة بتشيليه كده فما بيبقاش باين شايفين حتى الشكل مش باين خالص بسكت بقى كده بيبقى على جنب فشكلها حلو بصراحة الحمام آآ دي كده جزامة كده بتبقى على جنب اهي هنسيب كده الحمام وهندخل هتقابلنا قوضة تالتة القوضة التالتة طبعا يا جماعة عشان لمين الحاجة فكلها مركونة على جنب كده فيعتبر ايه فاضي يعني بصوا ده كده شيش يزاز وشيش الشباك ده آآ برضو كده الشكل من برة ده طبعا الشارع اللي هو الاخير ده اللي هناك ده ده شارع مصطفى النحاسي العمومية جباها ودي يعتبر مش في المكان بقى اللي بيبقى زحمة ومواصلات للناس بقى اللي ما بتحبش الاماكن اللي بتكون مواصلات بقى وزحمة لأ دي كده عماير في منطقة راقية آآ فبعيد عن المواصل بعيد عن الشارع بتاع العربيات ده كده المطبخ المطبخ يا جماعة مساحته كبيرة خمسة فاربعة آآ طبعا كان ممكن اتعمل فيه حمام تاني صغير او حمام فيه المكان هنا بس استغلالا للمساحة فاتعمل كله آآ حمام آآ مطبخ اتعمل كله مطبخ المطبخ طبعا مساحته كبير زي ما انتوا شايفين كده طبعا الشقة فيها غاز وفيها كهرباء وفيها عداد مستقل لوحدها آآ زي ما انتوا شايفين كده مساحة المطبخ ما شاء الله ده كده هنطلع بقى من المطبخ وكده شكل الشقة كلها آآ بالشكل ده كده مية وخمسين متر مسجلة شهر عقاري الدور التاسع كمان هنطلع دلوقتي عشان خاطر أوريكم شكل الروف كمان بصراحة حلوة قوي خاصة لو في الصيف بقى تبقى قعدة وتبقى شكله جميل جدا هنطلع برضو عشان نشوف شكل الروف عامل ايه آآ طبعا يا جماعة زي ما هرجع برضو قولكم العمارة مسجلة شهر عقاري آآ مباني عشرينات يعني مش مباني قديمة مباني في العشرينات الشارع طبعا زي ما انتم شفتوه كده في اول الفيديو شارع مساحته كبيرة مزرعات كده قدام باب العمارة آآ فالمكان حلو قوي اهو كده هنطلع طبعا اتنين اصنصير ده كده الروف هنطلع بقى الروف فوق ونشوف شكله ايه برضو عشان خاطر اللي بيشتري الشقة الروف كمان ليه نصيب فيه فبصراحة حلو قوي ان يكون كمان الروف معاك لاني آآ يبقى تغيير جو كده بيبقى مكان حلو برضو خاصة في الصيف وكده بيبقى قعدة برضو زي ما انتم شايفين الروف شكله حلو قوي برضو وده كده المنظر من فوق ده يا جماعة الكبري اللي هناك ده اسمه كبري مصطفى النحاس في مدينة نصر ودي كده شكل العمارات من فوق مكان بقى هنا حتة برضو مكان كده للقعدة شكلها نجيلة خضرة كده جميلة وشكلها حلو وكده طبعا وردتكو شكل الروف من فوق وشكل المكان عامل ازاي طبعا يا جماعة مطلوب في الشقة مليون تلتمية وخمسين بصراحة سعر حلو معقول مليون تلتمية وخمسين زي ما قلتلكم ده مسجلة شهر عقاري ده الروف كمان مع الشقة فالمساحة زي ما انتم شايفينه شكل العمارات حواليها بصوا عاملة ازاي مساحة الشقة يا جماعة صافي صافي مية وخمسين هسيب لكم برضو رقم التواصل اللي عايز يتواصل للجدين طبعا ودوت كده شكل العمارة من برة وشكل الشارع بصوا ما شاء الله وده العمارات كده جنبيها وده المدخل وشكل العمارة وكمة الجميل بصراحة قدامها كده في مسجد قدام كده على الجنب التاني في مسجد هناك ده كده شكل الخضرة وشكل المكان بصراحة حلوة قوي طبعا فيها ليها جراش وكده شكل الشقة وموصفاتها وكل حاجة خاصة ببينات الشقة آآ يا رب بتكون النهاردة الشقة عجبتكم ما تنسوش بقى اللايك عشان كل حاجة ان شاء الله جديدة هتلاقوها عندنا في قناة بيتي العيلة الكبير مع عبير يا رب النهاردة يكون الفيديو عجبكم لو عجبكم ما تنسوش اللايك واشتركوا في القناة عشان يوصلوكم من بيتي العيلة كل جديد ان شاء الله طبعا رقم التواصل هسيبه على الفيديو يا جماعة وزي ما انتو شايفين المدخل والشكل بصراحة مش عايز اي كلام الفرصة بصراحة حلوة والشقة جميلة وكمان السعر معقول وللجدين طبعا هنبقى فيه تفاوض كمان وكده خلصنا الفيديو مع السلامة وفي حفظ الله وكل سنة وانتو طيبين رمضان مبارك علينا وعليكم مع السلامة